موسيقى 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 بمقر إقامته في باريس السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية السيد الرئيس أرحب بالوزيرة الفرنسية طالباً نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من جانبها أعربت بارلي عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسي مجدداً ناقلة تحيات الرئيس ماكرون إليه ومؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعب موسيقى 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 أعلنت وزارة البيئة اختيار مصر رسمياً لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناق قب 27 وذلك استمراراً لريادتها في قيادة المنطقة بالعمل المناخي وتوحيد جهود العالم في مواجهة أثار تغير المناخ وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها بمؤتمر جلاسجو عن تقديرها لجميع الوفود على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم مشيرة إلى التزام الرئاسة المقبلة في مصر بحمل الشعلة والبناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة الحالية والعمل على بناء جسور التعاون وإزالة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة تساعد على الاتفاق والتقدم في القضايا الحاسمة المطروحة على جميع المستويات تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربية معروضات الوزارة من الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم المشاركة بها في معرض إدكس 2021 المزمع عرضها خلال الفترة من 29 من نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معروضات الوزارة بمعرض إدكس 2021 تعبر عن مدى تطور التصنيع العسكري بمصر مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كرونا و60 حالة وفاة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل خروج 622 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 285 615 حالة يحل المنتخب الوطني لكرة القدم ضيفا على نظيره الأنجلي في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة برصيد 20 نقاط بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني بست نقاط وتقع الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط ويأتي منتخب أنجولا في المركز الأخير بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط